كرارات تجديد إجراءات الحجر الصحي للعائدين من خارج البلاد ابتداء من ليلة الجمعة المقبلة كما تكرر عمل بتقييدة الشر الخضراء في المجمعات التجارية المغلقة للحديث أكثر حول هذه الكرارات الجديدة ينضم إلينا الآن في بث حي مباشرة من النقب مراسل قناة هلا إحسين العبرى مساء الخير إحسين مساء الخير زميل شاكر مواسد أهلا بكم نعم فرحة كبيرة لدى أصحاب المحلات التجارية في المجمعات التجارية الكنيونات في البلاد القرار الوزارة الصحة وقرار الحكومة بأن تكون شارة خضراء في المجمعات التجارية وكل من يدخل يجب أن يحمل سوارة خضراء هذا القرار تم إلغاءه بعد عصر اليوم على ما يبدو بسبب الضغوطات على الوزارات المختلفة وخاصة من أصحاب المحلات التجارية كانت هناك قرارات صعبة جدا للدخول إلى المجمعات التجارية وكل من يدخل يجب أن يتم فحصه أو إذا كان يحمل الشارة الخضراء القرار أيضا نقول كان يجب أن يسمح لكل موظف في هذه المحلات التجارية فحص الأشخاص والزبائن وأيضا كان يجب على كل شخص إبراز هذه الشارة الخضراء عند الدخول إلى المحلات التجارية ولكن مساء اليوم تم إلغاء هذا القرار بسبب الضغوطات والاتفاق بين الوزارات المختلفة ووزارة الصحة وأيضا مكتب رئيس الحكومة نقول أن كان من الممكن أن يبدأ هذا القرار يوم الجمعة صباحا ولكن الآن القرار تغير والقرار هو أن كل من يريد أن يدخل إلى التجارية التجارية فالدخول بشكل حر وأيضا الشراء بشكل حر من المحلات التجارية إذن حسين العبرى هل يمكن أن تستعرض لنا القرار الجديدة غير التي ذكرتها بخصوص المجمعات التجارية بالذات التي صدرت قرارات جديدة بشأنها نعم كما ذكرنا كانت بعض القرارات الصعبة لدخول التجمعات التجارية كان هناك تدخل هذه القرارات حيزة تنفيذ يوم الجمعة وليس كل شخص بإمكانه أن يدخل المحلات التجارية وأن يصبح له بدخول هذه التجمعات لكن كان الضغط الكبير الذي مارسه أصحاب المحلات التجارية أصحاب الكينيونات في شتى أنحاء البلاد على الوزرات المختلفة والاجتماعات التي عقدتها اليوم أيضا في الكنيسة تم إلغاء كل القرارات المتعلقة بشارة الخضراء ودخول هذه التجمعات التجارية القرار كما ذكرنا كان يجب أن يبدأ يوم الجمعة ولكن حتى إصدار قرار آخر بما يتعلق بهذا الموضوع الآن بإمكان الدخول إلى هذه التجمعات بشكل حر شكرا لك زميل حسين العبر كنت معنا من النقب شكرا شكرا